بص بأنا النهاردة جاي اقول لكم ليه لازم تتعلم اكسل وتعلم اكسل كويس جدا اول سبب ان اي شغلات تشتغلها سوى اذا كنت تشتغل محال البيانات او غير او اي وظيفة حتى اعمال مكتبية اي وظيفة حتى لو دكتور او سيدالي غالبا هتحتاج لك الشغل اكسل ويكون عندك مهارات التعامل مع البيانات حتى ولو بشكل صغير اساسيات يعني دي اول حاجة الحاجة التانية ان اكسل ده بقى حاليا واحد من اهم البرامج اللي كل المكاتب وكل الشركات وكل الدنيا لازم تكون بتستخدموا على الاقل ان هم بيعملوا زي ما احنا قلنا شيتات بيانات حاجة بسيطة كده وكمان حاجة مهمة ان انت ما بتتعلمش او احنا كلنا ما تعلمناش ازاي نستعمل اكسل بالشكل الصحيح اللي بيستقبل في حياتنا اليومية في شغلنا اليومي لما رحنا الجامعة او رحنا المدرسة مفيش مدرسة علمتنا مفيش جامعة علمتنا ازاي ان احنا نستخدم اكسل بالطريقة الصح فكل دي اسباب تخليك تعلم اكسل بالطريقة الاحترافية اللي هتساعدك ان انت تشتغل به في حياتك اليومية دي حاجة الحاجة التانية ان انت لو تعرف اكسل كويس بس كويس تمام يعني بتعرف اكسل لك مستوى محترف ده الواحد وكفاية ان يخليك تلاقي شغل بغض نزع لمؤهلك بغض نزع عن خبرتك بغض نزع عن اي حاجة تانية اللي هو انت معاك صنعة لو بتعرف اكسل كويس انت معاك صنعة وسهر جدا تلاقي بها شغل اه اسزينكم بقى بعد الهيسة دي كلها بقى لايك للفيديو كده ولا حاجة وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تعليم الاكسل اللي احنا انتفقنا ان احنا عملها مع بعض ان شاء الله سلام عليكم